الراديو 9090 هواها مصر انا اكيد النهاردة احسن يوم عندي مفيش احلى من كده يعني عتابك على قلبي زي العسل انا بعدت لسالة مصطفى قلت له سنة يا راجل سنة البرنامج بقى له سنة فقال لي خلاص الاسبوع الجاي انا معك الله يعني ياريتني بعدت الرسالة دي من زمان دايما كانوا بيعلمونها الفارق ما بين العتاب والتبكيت قالوا العتاب هو العتاب بغرض الاصلاح اما التبكيت فهو العتاب بغرض الاهانة فانت بتعتبني عشان دايما نقرب لبعض عشان نقرب لبعض هذا احلى عتاب في الدنيا اه شرفتنا وعارفين انها هيبقى لقاء كده من احلى اللقاءات لان انت وجودك معنا حاجة سعيدنا الله يرضى عنك يا حمد يحفظك يا حبيبي جمهورك وحشني كلموا بقى ان هو جمهور اللي عايز يسمع بقى دلوقتي يبقى معلمين طبعا طبعا اتمنى ان انا افضل محافظ على اسم كلام معلمين ماغلطش فوسطر بس اغلط اغلط محطش حاجة عادة يعني ان شاء الله انت فكرني دايما عشان انا عليها تاريخ معاك معلمين اه ليها تاريخ معاك قبل كده فكلام معلمين انت في اي برنامج واي مكان اضافة وشرف لنا بنية حفظك يا حمد اه تليك عندي امانة من سنة ده شيء اه فكر الامانة ولا مش عارف ايه حاجة ممسوكة ولا حاجة معنوية حاجة مدية حاجة مدية حاجة مدية نسيتها معايا من سنة وزيارة سبحة ولا ايه لا اه ديبلتي ايوه الله ما صالت عنك مش هتخدها خلاص هي بقيت عندي كل يوم ببصيلها او لا هو بقى مش هيجي عشان اشوفها يعني شوف خدتها من يعني نسيتها معايا فين اه وامتى وهتخدها ان شاء الله اذا خدتها يعني فين وامتى انا قصة الدبل اللي بتضيع مني ان انا مش بحب بقلبس حاجة في ايدي قوي فعادة لما بعد لازم تقوم قلع بلع كل حاجة يعني بلع الساعة لسه ما قلعتش ساعة دلوقتي الساعة والدبلة وكل حاجة فبنسى الدبل في كل حاجة يا رب يا هادي اه يلا بينا يلا بسم الله يا احمد يلا منطلق احنا خلاص يعني ابتدي يعني الايام اللي هو يعني احنا عندنا ايام في الدهر كده بتبقى حلو رمضان ويخلص رمضان ويبتدي عندنا بقى اتزعل اللي هو بنهاية رمضان يبتدي فيه حافز جديد جايل له كل ليالي العشر فكلنا بنبقى عايزين دايما من التكرار المفيد اللي هو دايما التشجيع يعني هو احيان بيبقى كلام مكرر ولكن احنا محتاجين محتاجين دايما اللي يفضل يقول لنا فضل هذه الايام ازاي يبدأ حساباتي ازاي عيد زي ما يقولون خريطة بتاعتي يومي من اول وجديد في الايام دي نعم فهنبتدي الحدوثة منين اولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كنت بتأمل شوية وبفكر كده في فلسفة الطاعة ليه ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا طاعات وعادة الطلب بيكون ناشئ عن احتياج يعني لما حد بيطلب حاجة منك بيبقى محتاج منك حاجة لكن في نوع تاني من الطلب هو طلب ناشئ عن الحب والنفع فيا اما اطلب منك لي يا اما اطلب منك ليك وبما ان ربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية يبقى لازم ننطلق على الكلام عن الطاعات من هذه العقيدة الله لا تنفعه طاعة بما ان ربنا سبحانه وتعالى لا يستفيد من الطاعة يبقى الطلب اللي من ربنا مننا هو طلب لينا وليس طلب له ويبدأ لينا وليس طلب منك لك وليس طلب منك له يعني أنا بطلب منك حاجة ليه كنت وهذا الطلب ربنا سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الزمخشري في التفسير اتكلم عن خلقة الأب والأم الفطرية اللي بتخليهم دايما يطلبوا من عيالهم حاجات ليهم يعني أنا أطلب من ابني ينام بدري لي وأطلب منه يأكل لي وأطلب منه ياخد باله من مستقبله عشانه هو واتكلم الإمام الزمخشري فيها على فكرة إزاينا ربنا زرع من بعض صفاته في الأب والأم علشان ينشئه مليانين إخلاص وكذلك ولله المثل الأعلى لن يشبه رب العالمين بالخلق قبل ما نتكلم على الأيام العشرة لازم أفهم كويس هو ربنا في وقت من الأوقات بيشدد علي في الطلب ليه ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول طبعا سيدنا رسول الله اللي قال يعني ما من أيام العمل الصالح طبعا الحديث البخاري كما يحفظ جميع المؤمنين وأنا عايز أأكد على أن تقولت تقولت في بداية الكلام ساعة الكلام بيبقى مكرر أيوة وربنا ذكر لفتة التكرار دي في القرآن قال وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين والعلماء بيقولوا التذكرة هي الكلام على ما تعرف التذكرة هي الكلام على ما تعرف مش بقول لك معلوم لو معلومة جديدة بيسموه تعليم يا ربنا ما قالش وعلم فإن التعليم ينفع المؤمنين قال وذكر وكأنك في الساب كونشوس بتاعك كده في عقلك الوردة اللواعي ده في معلومات الترامد كأن ربنا بيقول تعالوا نساعد بعض إن إحنا نطلع المعلومات من الذاكرة المنسية للذاكرة الحاضرة فإحنا دلوقتي عايزين يحصل لنا حالة حضور فأول طوبة في بنائنا مع الله في الأيام دي أن الله لا تنفع طاعة إذن طلبه منا في هذه الأيام هو طلب منك لك طلب منك عشانك إيه حكاية ما من أيام العمل الصالح وأحب فيها إلى الله من تلك الأيام وإيه حكاية حديث ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها بدرجة أن الصحابة زي ما المسلمين يحفظوا أول ما سيدنا رسول الله قال إن دي أحب الأعمال إلى الله وأحب الأيام على طول جيف بال الصحابة أكبر طاعة على الإطلاق إلا سيدنا رسول الله سماها ذروة سنام الإسلام السنام هي الحتة اللي في ظهر الجمل العلي الذروة بتاعتها أعلى حتة فيها ذروة سنام الإسلام هو الجهاد بذل الجهد في إقامة مراد الله ويمكن وقت الصحابة كان الجهاد هو الدفاع عن الأمة الإسلامية والدفاع عن العقيدة فقالوا يا رسول الله طب إنت بتقول الأيام دي أحب الأيام هل ممكن نتصور إنها أعلى من أعلى حاجة تعلمتها لنا وهي الجهاد قال ولا الجهاد دي أعلى من الجهاد كان سيدنا رسول الله بيقول القضية مش هضيت إنه أعلى من الجهاد هو أعلى من أعلى عمل يجي في بالك فلو كان أعلى عمل ممكن يجي في بالك الصلاة فهي الأيام دي أعلى من أي فريضة أعلى من أي شيء ربنا طلبه اللي يجي في بالي الصحابة كان الجهاد وقتها حتى لا نحصر الفكرة على الجهاد قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قالوا ولا الجهاد إلا أن يخرج الرجل وبعدين أم سيدنا رسول الله قال أعلى حاجة في الجهاد أن يخرج الرجل بأهله وماله أو بنفسه وماله فلا يرجع منهما بشيء والجهاد عند الصحابة زمان كان كناية عن التجرد يعني تجرد يعني الخروج من كل متطلبات وشهوات وحظوظ النفس عشان ربنا سبحانه وتعالى أهي الأيام دي أي عمل صالح فيها صغير أو كبير هو أعلى من أعلى شيء ممكن تعمل وهو خروجك من كل ما تقتني لله سبحانه وتعالى يبقى أول نقطة قالت ربنا ما بيطلبش مننا عشانه بيطلب مننا عشاننا أحنا ثانيا النقطة التانية إن الأعمال الصالحة الصغيرة هي بتمثل عند ربنا في هذه الأيام أعلى من أكبر عمل ذكر في الشريعة وهو وقتها كان الجهاد طيب شو معنى الأيام دي أحب إلى الله هذه الأيام هي أيام بيسموها أيام الإذن أنا هاعدة أتكلم هاعدة أتكلم يحمل لغاية ما ييجي الفصل أنا ممكن أن أخذ حتة واحدة أيام الإذن يعني إيه الإذن ساعات بيبقى فيه حجب ستاير فواصل ما بين العبادة والعابد يعني أنت بتصلي دي عبادة وإنت العابد بس في حاجز ما بينك كعابد والعبادة نفسها بتصلي الصلاة مش مؤثرة في قلبك بصليه معه ومش يعني مش منتفع مش منتفع منتفع بإذن الله أن ربنا هيقبلك هو اللي دعاك للصلاة هو لو مش عايزك منش خليك تصلي أنت صليت الحمد لله إذن بإذن الله أنت مقبول لكن احنا النهاردة بنتكلم على الانتفاع الكامل في حاجز ما بين الصائم والصيام أنا صمت بس ما انتفعتش الانتفاع الكامل في هذه الأيام ربنا بيساعدنا زي ما بيساعدنا في رمضان على سلسلة الشياطين بيساعدنا في هذه الأيام على رفع الحجب رفع الحجب ورفع الستاير كلمة حجب دي كلمة تراثية شوي الحجب يعني الحواجز بينك وبين الشيء أنا دلوقتي قاعد وشي أحمد في وشك وده شرف لي ليس بيني وبينك أي حجاب ما فيش بورتيشن كده مرفوع وأنا مش شايفك ما فيش ساتر بيني وبينك مفتوح فربنا بيرفع هذه الحجب وهذه الحواجز بين العبادة وبين العباد فبينتفعوا العبادة يا أحمد عاملة زي الدواء كل دواء فيه مادة فعالة العبادة دي ربنا سبحانه وتعالى لو اتفقنا دي معلومة مهمة لكل اللي بيسمعون يفتحوا قلبه ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع بالعبادة لو العبادة دي ربنا عرف منها أن أنت بتحبه يبقى ربنا انتفع ازداد علما ما هو ما كانش يعرف أنت بتحبه فلما أنت صليت عرف أن أنت بتحبه ويبقى كده انتفع وربنا لا ينتفع بالعبادة لو ربنا تأكد من عبادتي ان انا مخلص يبقى كأنه كان يفتقر لمعلومة ان انا مخلص فانتفع وعرف ان انا مخلص وده لا يجوز مع ربنا الله لا ينتفع ولو في معلومة زودتها عند ربنا بعبادتي يبقى كأن ربنا حاشاه ان يجهل شيء فاتعلمه فانتفع والله لا ينتفع بالعبادة أما للعبادة ليه العبادة مفروضة عليك لك كل عبادة هي عبارة عن دوا هذا الدوا في مادة فعالة فالصلاة دوا كما مادة فعالة بتعلمك حال اسمها الجمع يعني إيه الجمع أن تجمع قلبك على الله تعرف يا أحمد تجمع قلبك على الكتاب ما عرفش لو تعلمت الصلاة تعرف تجمع قلبك على مذاكرتك تعرف تجمع قلبك على ابنك معز صح؟ أنا مش ناسي اسمي ابنك حبيبي تعرف تجمع قلبك بكواليتي تايم لو تعلمت تصلي هتعرف تجمع قلبك على معز تجمع قلبك مع امراضك زي ما بنعرف نجمع قلوبنا مع الله في الصلاة ولا نلتفت عن الله سنستطيع أن نجمع قلوبنا في الشغل فما بقاش في قواطع نجمع قلوبنا مع عيالنا نجمع قلوبنا مع امراضاتنا فيحصل حالة الجمع دي أنا عايز أكون كل ليك في اللحظة دي في مادة فعالة جوه الصلاة لو صليت صح هتبقى إنسان قادر تركز في كل حاجة في حياتك إذن المادة الفعالة دي ساعات بتبقى مش قادر تستفيد بيها أو فبتصلي بس ما خدتش المادة الفعالة بتصلي وانت لسا مشتت الأيام دي ربنا بيقولك أنا هساعدك قوي أنك تبقى تجمع قلبك عليه بس انت قوم صلي وشوف الفرق ما بين الأيام دي والأيام التانية ما من أيام من العمل الصالح أحب فيها إلى الله بترفع فيها الحجوب الصيام في مادة فعالة هي قدرة الإنسان على إسكات طلبات النفس نفسي دي إله هذا الإله لو أنا غذيته مش هيرحمني فربنا بيقولك سيطر على الإله ده سيطر عليه وخليه تحت طوعك عشان ما تبقاش أنت اللي ربنا قال عليه في القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هو هواء فأنا اتخذت إلهي هوايا إزاي فضلت أغذي كل اللي هو عايزه في أي وقت أقول له تفضل 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 بقى عام زي الطفل ما فيش رفضل أي حق عام زي الطفل المتدلع اللي قوي علي يعني أنا ابني دلعته فهو صغير توحش أعرف الله ياهي دي بالزبط الكلمة حصل وحشية للنفس فبقتش عارفة حكم فيها فربنا قال سيطر عليه طب أنا مش عارفة سيطر عليه ففرض علي الصيام هو ليه ربنا فرض فرض لإني عارف إنه نعم ما فرضش علي مش عاملها فقال لي دي فرض بس هو مش بيفرض علشان لما يفرض يتأكد من حاجة هو بيفرض علشان يقول لي أنت لازم تسيطر على الإله ده اللي هو هذه النفسي فدي المادة الفعالة اللي جوه الصيام وفي مادة فعالة جوه الزكاة القدرة على الترك أنا أستغنى مش قادر والشافعي ليه كلمة حفظ الغنى عن الشيء لا به الغنى عن الشيء لا به أنت غني ولا فقير أنا غني شمعنى عندي مئة ألف جنيه هموت عليهم حططهم جوه جيبي ومش قادر قد أنا فقير قوي ليه بقى لأني مفتقر للفلوس دي من غيرها أضيع الغنى الحقيقي قال لا أحتاج إلى شيء أنه يعودك القدرة على الترك لذلك فردت الصلاة والصيام والزكاة وبقيت العبادات عموما إذن في هذه الأيام لو بدأت عمل العبادات دي المادة الفعالة جسمي اللي هي روحي بقى روحي قادرة على امتصاص والانتفاع بالمادة الفعالة لجوه كل عبادة ربنا بيقول للي من دول أنت مؤهل لأني سأرفع الحجب والحواجز بينك وبين العبادة بس قوم أنت أعبد ما من أيام العمل الصالح وأحب فيها إلى الله من تلك الأيام فأنا ببشر كل واحد ناوي على أي عبادة أن هذه هي أيام الانتفاع ليست أيام العبادة أيام الانتفاع بالعبادة علشان الإنسان لو صلى في وقته ولو قدر يصوم الأيام اللي يقدر يصومها من التسعة أيام اللي جايين ولو قدر ينفق سيفاجأ بعد شوية بحالة من السكينة جات من إيه من الانتفاع بالصلاة حالة من الاستغناء جات من إيه جات من الانتفاع من الزكاة حالة من القوة جات من الانتفاع من الصيام حالة من اليقين جات من إيه جات من ممارسة الصدق في الأيام دي لو الواحد متعود أنه يجذب يبدأ يمارس الصدق يحصل له إيه ده؟ ده أنا كنت زمان بجزب لأني كنت فاكر لما أجزب أطلع من المشكلة الصدق ما بين الجيش وده عكس كلام ربنا وكلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الصدق نجاه أو الصدق من جاه فأنا ما كانش عندي يقين في الكلام ده كلما كنت أصدق يحصل لي مشكلة لو مارس الصدق هذه الأيام سينتفع بحالة اليقين إلا ربنا يحب يشوفها يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالخلاصة الله يطلب منك لك هذه الأيام سيرفع فيها الحجب ما بين العبادة والعابد هيتأثر وهينتفع العابد بالعبادة فنتشجع كلنا هنروح فاصل وهنرجع تاني نكمل كل الكلام الرائع مع ضفنا الكريم أستاذ مصطفى حسني كل مشاركاتكم معنا اللي عايز أي حاجة يبعط رسالة على 1.99 من رقم الموبايل بتاعه أو يدخل على صفحة الراديو 90 على الفيسبوك صفحة اسمها الراديو 90 بالعربي أو بالفرانكو عربي او الهاشتاج بتاعنا على تويتر مسميينه النهاردة احتفالا بوجود أستاذ مصطفى معنا مصطفى حسني في كلام معلمين أو موجودين على انستجرام هتلاقي برضو الراديو 90 سمعك الشيخ سيد النقشباني يلا نضج الحمد لله نضج الحمد لله نضج نضج نسميها بادة نضج يعني كل حاجة الحمد لله حصرت يعني كان من الحاجات اللي من يوم ما بدأنا أنا هنكامل سنة في شهر شهر اللي بعد الجاي كان كل كلام سادة المعلمين يا يونس حازين أستاذ مصطفى حسني أنا أنا محاضر والله يحاضر هو هيحصل إن شاء الله ربنا يديم عليك الله ربنا يخليك لينا يا رب وينفع بيك دايما رجل محبوب بعض من لكم يفن معض من لكم يفنوا برضو ربنا سعيدك يا رب احنا بدأنا الكلام وقلنا كلام غالي جدا اللي ما اسمعش فاته بس الحلقة هتبقى موجود أكيد على يوتيوب وعلى مبتدة وفي لايف ستريمين كمان دلوقتي على الفيسبوك صفحة نهاية الراديو تسين سين ندخل على إيه بقى ندخل على أهداف اليومين دول ده من الواحد لما يبقى عنده رؤية بيبدأ كل شوية يراجع تصرفاته مع الرؤية بتاعته علمونا كده الناس بتوعه الإدارة والحقيقة ده مش بس كلام الإدارة ده حتى كلام القرآن دايما ربنا سبحانه وتعالى يشجعنا في القرآن انك يكون عندك رؤية وعندك هدف ويحط قدامنا رضا ربنا سبحانه وتعالى وحب ربنا ورؤية ربنا ولحظات دخول الجنة بحيث ان الانسان دايما يقارن حياته في الدنيا مع أهدافه الكبيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلق أهلنا أنا هقولك اللي تعلمناه من المشايخ احنا عندنا هدفين في اليومين دول ثقة للميزان وتعلق القلب بالرحمن ثقة للميزان وتعلق القلب بالرحمن ثقة للميزان للآخرة وتعلق القلب بالرحمن للدنيا دنيا وآخرة طبعا مش دنيا بس بس احنا عايزين في اليومين اللي جايين دول نعود نفسنا على بعض الأعمال الصالحة وفي نفس الوقت نبحث بقلوبنا على المعية نجمع قلوبنا على الله سبحانه وتعالى الهدفين دول ما ينفكوش عن بعض لأن سيدنا رسول الله شجع على البحث عن الثواب وفي نفس الوقت كانت حياته كلها تعليم كيف تبحث عن معية الله يعني مثلا وانا جاي في الطريق بس معك يا أحمد فانت كنت بتقول ان كثير من الناس يحب يصوم هو اللي شجعنا ان احنا ينصوم ان سيدنا رسول الله قال من صام يوما عليه السلام من صام يوما في سبيل الله باعد الله يعني من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا كلمة خريف ده جزء من كل يعني يمثل السنة خريف كل السنة فيها خريف واحد بيجي مرة واحدة في السنة فكلمة خريف يعني سبعين سنة يعني ايه ربنا يبعدني عن النار سبعين سنة يعني يبقى بيني وبين النار مسيرة انسان يمشي سبعين سنة يعني كل يوم بصومه لله لو انا عملت اخطاء تقربني من النار اليوم ده بيبعدني سبعين سنة فانا عايز اتصور انا هقول كلام ارتجالا لو واحد في سبعين سنة مثلا يمشي مئة الف كيلو يبقى انت بينك وبين النار مثلا مئة الف كيلو بسبب هذا اليوم يوم الصيام ده فده اللي خلى ناس كتير تطلب الصيام بس جوه الصيام ايضا في اسكات للنفس والنفس دي ساعات بتشوش على الروح اللي بتشعر بمعية الله النفس تركيبة الانسان المشهورة هناك فيها مستقر الشهوات هذه الشهوات ربنا ابحة لنا في الدنيا كنعم عشان لما نستمتع بهذه الشهوات نشكر ربنا انه مش كابتنا في الدنيا ونشوف نعمة ربنا لو لا هذه النفس الباحثة عن الشهوات ما كانش يبقى فيه نعم الانسان يدق ها حلال ويبقى مبسوط بيها فيشكر ربنا عن ان احنا مناعمنا في الدنيا ويبقى دي كريفرنس كإشارة لنعيم الآخرة الملموس من النهاردة نعمة الأكل والشرب والحب والاستمتاع لو أنا مش فاهم معناها كيف أتصورها في الجنة إذا لم أذقها في الدنيا كيف أتصورها في الجنة علشان كده لما الإنسان بيقول نفسه أسكت يصومي بيسكت هذه النفس اللي ساعات بتشوش على الروح الباحثة عن ربنا سبحانه وتعالى اللي بتشعر بمعية ربنا فإحنا هنصوم بحثا عن الثواب وإحنا صايمين هنطلب من ربنا بالدعاء كده يا رب خرجنا من الصيام ده لو هنصوم وإحنا دايقين قربك شايفين قربك هي القضية الله ليس بمحجوب المحجوب هو أنا يعني فيه هوا في المكان ده أنا مش حاسس بيدي مشكلتي أنا فيه نور في المكان ده أنا مش حاسس بيدي مشكلتي أنا مش عشان النور أنا مش شايفه ده معلنه مش موجود أنا اللي قافل عيني ومن ثم زي ما ابن عطاء الله بيقول أن الله ليس بمحجوب المحجوب هو أنت بيكلم نفسه يعني فأنا يا رب نفسي أطلع من الأيومين دولو هصوم فيهم أطلع حاسس بيك في النعمة فأشعر بفرحتك لفرحتي فأنا في النعمة ما عنديش خوف أنها تروح مني لأن أنت معايا أنت عارف أسوأ ما ينغص الفرحة بالنعمة أنا خايف أنها تروح مني فلما تشعر بمعاية الله تشعر بالسكينة والطمأنينة أثناء الاستمتاع والذي زيها كمان الشعور بقرب الله في البلية الإنسان لما يشعر أن ربنا معاه في البلاء يشعر بالعزوة يشعر بالسند يشعر بالاتكاء على الكريم الغني فيشعر الإنسان يخف عليه البلاء فإحنا عايزين نطلع من الأيام دي بثقة للميزان بسبب الذكر والإنفاق والصيام والأعمال الصالحة اللي حضرتكم هتكتهدوا فيها بس مش بس ثقة للميزان ثقة للميزان وتعلق القلب بالرحمن عايزين نطلع من الأيام دي وإحنا داعينا كتير أن ربنا يرزقنا المعية والإحساس بي وأن تجمع قلوبنا الجمع يعني أنا ما فريقش ربنا الجمع عكس التفرق حالة الجمع دي أنا دايما في حالة استحضار لأرب ربنا مني ده هيخليني حتى لما غلط أبقى سريع التوبة فده الهدف إلا على أساسه هنخش كل طاعة فده الحاجة المهمة الأساسية بعض الصحابة والتابعين ورد عنهم أن هم كانوا بيصوموا التسعة أيام من أول واحد لغاية التسعة لأن صيام يوم الحج أو يوم العيد نفسه اللي هو يوم عشرة ما ينفعش ده منهي عنه آخر صيام يوم عرف آخر صيام يوم عرف وبعض الصحابة أيضا والتابعين كلمة التابعين يعني الرجال والنساء اللي ما شافوش النبي اللي شافوا الصحابة اسمهم التابعين واللي ما شافوش الصحابة وشافوا التابعين اسمهم تابع التابعين وهكذا فالتابعين والصحابة ورد عنهم انهم بعضهم صام التسعة وورد عن برضو ناس منهم كتير انهم ما صاموش التسعة فاحنا بنقول لنفسنا القادر على الصيام يصوم كعمل صالح في ايام جميلة ذاتي واللي مش قادر على الصيام ما يفوتش يوم أعرف ما يفوتش يوم أعرف لانه هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اني احتسب احتسب لما تطلع من سيدنا رسول الله معناها يقين مش اظن وحتى كلمة الظن اصلا بتذكر في القرآن بمعنى اليقين اني ظننت اني ملاقن حسابية يعني ايقنت ان ربنا مش هيضيعني فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة اي تأكدوا انهم مواقعوها اي نار فاحتسبوا على الله يعني ما اعلمه من ربي انه يغفر سنة ماضية اللي فاتت وسنة باقية السنة اللي جاي ومن ثم احنا اللي يقدر ينوي الصيام معلومة فقهية مهمة العلماء تكلموا عليها الا وهي اللي عنده سواء صحابتنا واخواتنا اللي عندهم ايام قضاء عذر الشري اه theme الا اللي فيطر في رمضان اه سواء through ramضان اللي عذر الشري او حد راجل او ست بسبب المرض او السفر ها نعم ف العلماء على قولين في المسألة بعضهم بيقول لك انت تصوم بنيتين بنية النافلة وبنية القضاء وبعض العلماء بيقول لا انت تصوم بنية النافلة وعندك سعة في القضاء باقي السنة ان السيدة عائشة وورد عن اكتر من حد ان هما ساعات كانوا يفضلوا يصوموا في الايام دي لغاية شعبان اللي جاي مهم ما يجيش عليهم الرمضان اللي جاي فالموضوع فيه سعة كبيرة عند العلماء وموضوع بصير اختلاف الرأي يعني يجوز دا نعم احنا عندنا نوعين من الخلاف خلاف اسمه خلاف تضاد وفيه حاجة اسمها خلاف تنوع خلاف التنوع ان يكون فيه رأيين في المسألة حاجة بسيطة وما فيش مشاكل وهنا ساعتها الانسان ياخد بالانسب بالنسبة له فالامور سهلة وبسيطة يا احمد لا لسه ما عندناش فاصل لا لا ما عندناش فاصل انا انا هقول لك اخر حاجة جاية في بالي قبل ما ممكن ناخد بعض الاسئلة فيه دردشة كتير جدا فيه ناس كمان طالبة يعني ان حضرها تحطلنا حاجة زي يعني جدول يعني فيه كده حضرها تقترح علينا ان ابتداءا من ان شاء الله لو بكرة الجمعة او السبت هو اول الايام من الصبح عامل ايه ومرورا بفترة المساء ووصولا للتهجد ليلا وكمان تحديدا يوم عرفة واحنا كمان ان شاء الله اللي اتعرف هيبقى ان در حالة احنا نكون مع بعض ممكن نتكلم اسمح لي احمد اكون يعني مفكر جيدا في يوم عرفة قبل وقتها لكن احنا مشايخنا علمنا علمونا بلاش الجدول لان الجدول ده فيه الزام للجميع بشيء واحد والحقيقة ان دي ليست من السنة النبوية سنة النبوية هي الزام الجميع بوسعهم وليس بجدول ممكن يكون انا وسعي قليل فهو اكيد فيه اكثر من عبادة محتاجين بس حد ينور بس دماغنا للافكار جميل اوي انا هقولك على حاجة دايما كان دكتور احمد الاعور يقول لي يتكلم عن حاجة اسمعه future self ما تتمناه في المستقبل عن نفسك انا نفسي ان احنا نمارس في هذه الايام فكرة future self دي ما اتمنه عن نفسي ما اريد ان اراه في المستقبل انا نفسي اشوف مصطفى ده نفسي اشوفه انسان طيب انسان مثلا مكتهد انسان كريم اه ويعمل اي اي يعني انا ب Chanel هو بيطلع جنيه في اليوم انا نفسي مصطفى داي يطلع خمسة ادي واحد يلا بقى يا دارش في الكام يوم اللي جيدين دول اطلع خمسة جنيه في اليوم ام تكاتبها في الجدول بتاعي الخاص بي في واحد بيطلع خمسة كل ساعة ما يرتبطش بجدولي أنا لكن يرتبط بفكرة ما أتمناه من نفسي ما أتمناه من نفسي هو بقى نفسه يطلع أكتر وهكب أنا نفسي مثلا واحد مثلا بيسمعنا نفسه هو بيصلي إيه رأيك لو تدوق يا صديقي الصلاف الجامع اليومين دون هو بيصلي دوق الصلاف الجامع على قد ما تقدر فرض فرضين الخمسة على قد ما تقدر وحتى البنات دوقوا الصلاف الجامع سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كان يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ما تمنعوش البنات تنزل تصلي في الجامع فلو مناسب والدنيا هدية وما فيهاش أي مشاكل مسجد ورأي من البيت جربي تصلي فرض من الفروض في بيت ربنا سبحانه وتعالى في مكان مصلى النساء تنبسط جدا جدا كأن خط خطوة قدام اللي بيصام لي يجرب يدوق الصلاف المسجد لأننا لو بصلي أكيد ما أتمناه لنفسي في المستقبل أني أخد خطوة قدام في الصلاة قال وهي أن أنا أخلي صلاتي ب27 صلاة لو نحن ندور على أعمال صريحة مثلا جيف بالي الأشخاص اللي دايما يندموا لأنهما بيتكلموا كتير ودايما يندم لأنه بيتكلم كتير ويغلط وبسبب الكلام الكتير بيطلع أسرار بسبب الكلام الكتير بيقول كلام لناس مش المفوض الناس دي تعرف الكلام ده إيه رأيك أنك أنت تجرب تتعلم عبادة الصمت والصمت دي عبادة عبادة ومذكورة دائما في كتب العلماء في باب العبادات إيه يا جماعة يا علماء هو أنتوا إيه اللي خلكوا تخلوا الصمت في باب العبادة قالوا ما هو أصل سيدنا رسول الله قال إن الصمت ده مرتبط بإيمان الإنسان والإيمان ده عقيدة من كان منكم يؤمنوا بالله واليوم الآخر فليقوا الخيرا أو ليصل فكأنه وضع الصمت في حين عدم قول الخير إنه ما عنديش حاجة مفيدة أقولها حطوها عبادة فعبادتك الآن لو ما فيش حاجة مفيدة تقولها عبادتك الصمت فإيه رأيك يالي كنت بتصلي تصلي في الجامعة ويالي كنت بتتكلمي كتير أو بتتكلم كتير إيه رأيك لو تتعلم أنك أنت تصلي قلق وترائب نفسك بقى أنا النهاردك والنفسي أتدخل في الموضوع ده وأضيف إضافة ما لهاش لازمة عشان أقول أنا موجود فاسكت ظهرت يا نهارب يا تطلع من القعدة دي وإنت حسنك مالك سيطرت على نفسي الشخص المتسرع اللي دايما بياخد قرارات سريعة ودايما بيرد بسرعة إيه رأيك لو تتعود إن الفيتشر سيلف بتاعتك ما تتعلمناه في المستقبل من نفسك إنك تكون أكثر سكونا وأكثر ذكرا وأكثر هدوءا بحيث إنك أنت تطلع من الأيام دي الأيام العشر دي وإنت واحد واحد متغير واحد مختلف مارست في هذه الأيام العشر أشياء تتمنى تشوفها في نفسك إيه دا دا أنا صدقت إن أنا أدرع ما كده صدقت إن تصلى في المسجد المسجد صدقت إن الفجر اللي كان مستحيل بالنسبة لي قادر أصح أصليه وما حصليش حاجة ولما رجعت من الفجر على فكرة سواء صليته في البيت أو في الجامعة نمت آه نمت بعدها بربع ساعة ولا بقلت ساعة بس الحمد لله صليت فرض ربنا صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى خلى سيدنا رسول الله عليه السلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله في كنف في رعاية في حماية الله فتعال نجرب كده خطوة للأمام في كل حاجة ويا رب بياخد بيدنا هنروح لفصل وهارجع تاني نكمل كلامنا مع أستاذنا مصطفى حسني رقم رسائل 1.99 صفحتنا على فيسبوك يا راديو 90 ادخل للفيج واكتب كل اللي انت حضرك حابب تقوله الأستاذ مصطفى على الفوست بتاع حلقتنا النهاردة آه وموجودين على تويتر الهاشتاج بتاعنا آه احتفالا بوجود أستاذ مصطفى معانا مسامين ومصطفى حسني في كلام معلمين كنا عايزين نحط أستاذ بس ما مفاش لا لا مش أستاذ طويل قوي فقلنا لا والله ازاي الغرقاء بأحلى حاجة في الدنيا ربنا يا سعدك يا رب دايما خليكم معانا يا معلمين كلام معلمين على الراديو 90 هوا مصري زعتك رقم واحد الراديو 90 بنعاية مؤسسة مصر الخير موعدنا دايما من الثلاث للسابت من ساعة نشهر لحد الساعة تلاتة صباحا تقدروا تتابعوا الحلقة على موقع الراديو 90 www.90.fm أو تتابعوا live streaming حالا على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك تقدروا تدخلوا تشوفوا كمان الحلقة على صفحاتنا على الفيسبوك الراديو 90 وضفنا أستاذ مصطفى حسني وهنبدأ ناخد دردجتك وكل تساؤلاتك الأستاذ مصطفى وهنقرأها له أكتر من السؤال لتكرر وأنا نفسي عندي نفس السؤال أن في جدول عمالي ينتشر اليومين دول مش عارف هو صح أن التسع الأيام الأولى اليوم الأول هو الذي غفر فيه لأدم عليه السلام اليوم الثاني خاص بسيدنا زكريا استجيب لسيدنا يوسف فمدى صحة هذه المعلومة اللي بتنتشر لأن مؤخرا زي ما حدك عارف بينشر على الفيسبوك حاجات كتير جدا وبتفاجأ أن 90% منها غلط نعم أولا إحنا عندنا تأسيمة عند علماء الحديث للأحاديث عايز أطمن كل اللي بيسمعوني أن علم الحديث علم مصان سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ربنا خلق لها علماء كبار زي ما حفظ القرآن حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فسنة النبي مقسمة للسنة الصحيحة الأحاديث الصحيحة وأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة يعني مكذوبة يعني متألفة وفي صنف رابع من الأحاديث اسمه أحاديث لا أصل له فأنت النهاردة لما تيجي تقولي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس نقول لك أيها الحديث ده في الكتاب الفلاني ودرجته صحيح أو ضعيف طبعا الحديث ده في البخاري المسلم فدرجته أنه صحيح تيجي تقولي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا السواك مطهرة للفم مرضات للرب أقول لك الحديث ده ضعفه العلماء وموجود في الكتاب الفلاني كل حاجة لها الرف بتاعه وبسنا نتيجي تقولي قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ازراع الجرجير تحت السرير أقول لك الحديث ده موضوع يعني حد ألفه حد كذب وألفه وموجود في الكتاب الفلاني مثلا كتاب الموضوعات لابن الجوزي أو كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الموضوع كل حاجة لها عندنا إحنا استغفر الله عند المشايخ والعلماء يعني اللي إحنا بنتعلم على قديهم لينها مكان وفي حاجة اسمها أحاديث لا أصلى لها يعني إيه لا أصلى لها مش موجودة أصلا في الكتب محدش قالها يعني حتى ولا وموضوع يعني حاجة تألفت تألفت مثلا من 20 30 50 70 80 سنة فحتى ليس لها أصل في الكتب اللي فيها الناس الكذبين الحديث بتاع التسعة أيام اللي هو تركيب التسعة أيام حديث تصنيفه عند علماء الحديث لا أصلى له يعني أنا للوقتي وأنا قاعد كده عايز مثلا إيه أقول لك يا أحمد خد بالك من السبحة بتاعتي فأم إيه لك قال رسول الله خدوا بالكم السبحة وواحد إيه واخد الحديث ده من ورايا وكتبه ويقول ده النبي قال ده حتى فلان قال النبي قال يجي رأي حديث يوقفه لا معلش مفيش حاجة اسمها فلان قال إحنا كل حاجة عن النبي متأرشفة كل حاجة يعني متصنفة ليس هناك حد يستطيع أن يكذب ويقلف على رسول الله لدرجة أن نوح بن أبي مريم وده أحد وضاعي الحديث أنا آسف أني بتكلم كلام أكاديم طلعوا عقام ألف أربع تلاف حديث في فضائل القرآن ألف ألف أربع تلاف حديث في فضائل القرآن ليه بيعمل كده قالوا له أنت إزاي تكذب كده قال لهم أنا مش بكذب على النبي أنا بكذب لرسول الله يعني بساعد النبي عشان الناس تحب القرآن فالناس الطيبين اللي ألفوا الحديث طبعا تقول لي الحديث راحت فين العلماء طلعوا لها عبد الله بن المبارك وأظن لو أنا مش غلطان وأبو زرع الرازي وأمم طلعين إلى أربع تلاف حديث دول حطينهم على جانب وموجودين في الكتب إلى أربع تلاف حديث دول في كتب الموضوعات موضوع مش يعني سبجيكت موضوع يعني حديث موضوعة مكذوبة على رسول الله مش موضوع يعني حاجة نتدردش فيها حديث موضوع يعني حديث حد ألف وضعه كالفي الله يفتح عليك فنتطمن أن أي حد هيطلع يألف اتطمن جدا لن ينسب لرسول الله عشان كده بقول لأصحابنا اللي بتوصل لهم الرسائل دي على الموبايل على الواتساب أو على أي حاجة من حاجات السوشيل ميديا لو سمحت ابقى اقرأ بعض الحديث رواه مين لو لقيت حديث طاير في الهوى كده من غير رواه فلان لو سمحت استنى لما نتأكد منه الحديث دا مش هتلاقيه وتصنيفه عند العلماء لا أصلا له يعني مش موجود وده مش معناه أن الأيام دي فضلها قليل دا اللي مذكور في الحديث أقل من فضائل هذه الأيام والله أعلم طيب ناخد مجموعة من الأسئلة كتابونا على صفحاتنا على الفيسبوك راديو تسعين تسعين أو الهاشتاج بتاعنا على تويتر الأول دلوقتي على مصر مصطفى حسني في كلام معالمين ومحمد بيقول كنا لسه حتى بقوله على حضراتك فضل الأيام أو الليالي العشر والعشر الأواخر من رمضان هل يجوز المقارنة نقول مين أفضل مين العمل فيها أو الدعوة تستجاب أكتر ولا يجوز هو المقارنة دي دارت بين العلماء في تفسير قول الله عز وجل والفجري وليالي العشر فبعض العلماء قالوا أنه ليلة عشر آخر عشر تيام في رمضان وبعضهم قال ليلة عشر بيقصد بها أو المعنى المقصود فيها من وراء القرآن إلى عشر الأواء من دي الحجة وبدأ العلماء يتناقشوا في فضاء للأيام دي ويجيبوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ثم خلصوا إلى أكتر من رأي الرأي الأول أن أيوة نهار العشر الأواء من دي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأوائل من دي الحجة لأن ليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر ليلة القدر نعم فتفضل والبعض الآخر قال لا دي الأيام كلها بتاعت العشر الأوائل من دي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان ليل ونهار ليه لأن سيدنا رسول الله قال وإحنا عندنا السنة وحية لأن سيدنا رسول الله لا ينطقوا عن الهواء إن هو إلا وحي يوح فسيدنا رسول الله قال ما من أيام العمل الصالح وحبه فيها إلى الله فقال الأيام دي أفضل من رمضان الخلاصة علشان ما يبقاش فيه تشتيد اعتبر أن الأيام دي زي العشر أواخر من رمضان أو أفضل مش أهل أو أفضل فعلشان الإنسان يكتهد فيها ليلة نهار ربنا ياخد بأدينا رب في من المشاركات يعني لو قلت لك عن كم السلامات بقى يعني ربنا يزيد حب الناس ربنا يسلم كل اللي بيسلم ويحمينا وينجينا ويفتح لنا كل باب مغلق يسمعكم أخبار طيبة ويهدي سرنا ويصلحها لبلدنا ويزقنا ساعة الأرزاق وهدوء البيوت وينزع الشيطان من نفوسنا ومن بيوتنا ومن بيننا ومن بين أحبابنا وينجينا ويهدينا لما يحب ويرضى كلام حضرتك عن عبادة الصمت كيف يمكن أن نطبقه مطلوبة أوي فكرة أن الواحد كلامنا بنكلم كتير وكلام أكتر من نصه ملوش لازمة سواء بنجيب سيرة الناس ودي الأسوأ طبعا أو بنقول أي كلام فإزاي أبدأ فعلا أدرب نفسي على إني أقل لكلامي وطبق حديث فليقل خيرا أو ليصمت وراء كل فعل دافع دافع فيه شيء بيحرك الأفعال الكلام فعل الكلام فعل طيب أنا عادة لما ألاقي نفسي فيه شيء أنا مفرط فيه مزوده لازم أراجع الدافع اللي وراء عقدتنا إحنا كمؤمنين بالله أن النافع والدار هو الله يعني مقامي في قلبك يا أحمد ما كانت عندك احترامك لي هذه أشياء الله هو اللي بيملكها لا أملكها أنا أنا ممكن أخذ بقى أسبابها إن أنا أحاول أبقى محسن معاك طيب جدع راجل لكن في الآخر مقامي ووضعي وصورتي دي أشياء يملكها الخالق سبحانه وتعالى وأرزاق فالنهاردة لما أجأتكلم وأنا بتكلم ليه بضيف الإضافة دي ليه عايز أقول أنا موجود بس هي إضافة ما لهاش لازم عايز أكسب ودك بإن أقول لك سر على واحد شانت تعرف نعمل رجالتك يعني لو أبقى أقول لك يا أحمد أقول لك على حاجة بس أشوف أنت أصلك غالي علي أنا أقولها لك أنا مش عايز أقول لحد أعايز أقول لك أنا إيه تابعك يعني على أساس أكسب ودك الحاجة دي كلها لازم ندرك أن الله اللي بيخلقها الود والحب والحاجة دي فأنا النهادة لو كسبت ودك أكسبه بالإحسان إليك على مراد الله لكن مش أكسبه بإفشاء سر عشان تعرف أن أنا ما بخبيش عنك حاجة حتى لو أسرار أقرب الناس إلي لكن أنا بكسب ودك بأشياء ما ترضيش ربنا وتذكره حديث السيدة عائشة ومن أرضى الناس بيسخط إلا سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فقبل ما تتكلم اسأل نفسك إيه الإضافة إيه القيمة المضافة كان دايما أن أحد أصدقائي هاب يقول لي إيه الأدد فاليو في الكلام ما هو الشيء المضاف هتقول إيه طب أنا هقول الكلام ده إيه نفعت الناس بإيه بالكلام ده فأنا أسأل نفسي وأنا قاعد في القاعدة ولا في الاجتماع ولا في أي حاجة أنا بقول لي لو لقيت من وراء نفع يبقى سمي الله لو ما لقيتش صدقني هتلاقي نفسك كتير هتبقى عاد صمت ربنا ياخد بايديني أنا مبتلى مبتلى في حياتي كتير جدا هل ممكن الأيام دي يعني أقرب من ربنا أكتر يرفع عني الابتلاء والبلاء لأني أنا اتعذبت كتير في حياتي وشايف أن ممكن تكون دي فرصة أن ربنا يرضى عني فيها يا رب مدام هبة يا رب يا سيدة الكريمة أستاذ هبة ربنا يرفع عنك وعن كل مبتلى أول حاجة تشليها من قلبك أن الله يبتلى انتقاما استغفروا الله الله سبحانه وتعالى اسم العفو جل في علاء حتى أن العلماء لما فسروا معنى اسم الله المنتقم قالوا المنتقم الذي يأخذ حق الضعيف من الظالم ده معنى ما فسروه لكن إحنا كمؤمنين بالله ربنا مش بينتئم منه سبحانه وتعالى إحنا ربنا حنين عليهم فأول معنى يرفع من قلبك علشان تطمني أما الأيام دي فأكثر من الدعاء وأكثر من الصلاة على رسول الله لأنه اللي قال إذن تكفى همك الأشياء الهماك وشغل بالك وتقيل على قلبك تكفى همك ويغفر ذنبك فأكثر من الدعاء برفع البلاء والصلاة على رسول الله وذكرك في هذه الأيام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين عشان يأتي الرد من الله فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هل هذه الأيام فرصة لغفران الكبائر الحقيقة السيدي أحمد الحقيقة إن كل العمر فرصة لغفران الكبائر وهذه الأيام أقرب كأن هذه الأيام نحن فيها أقرب إلى رحمة الله رحمة ربنا قريبة لكن إحنا بنقرب إحنا بنقرب أكثر من سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى نعم هي أيام مغفرة للكبائر نعم هي أيام لتبديل السيئات سيئات الكبائر حتى تبديلها حسنات نعم هي أيام لفتح ما أغلقناه نحن ربنا ما عندوش أبواب مأفوضة ربنا ما عندوش أبواب مأفوضة وحتى أن العلماء قالوا هو ليه ربنا ذكر أنه عنده أبواب أصلا قال لك عشان كناية عن الاستقبال قال يعني بقى إحنا لنا إيمة كبيرة فمعملنا أبواب هنخش منها لكن الحقيقة أن ربنا دايما نفاتح بينه وبين العباد فدي أيام الفتح بينك وبين الله طم يا صحبي وربنا يفتح عليك هل الصدقة أستاذة كريمة هل الصدقة لو في مبلغ معين مجهزة لأنه أخرجه في الأيام دي هل أخرجه كله على بعضه مثلا في يوم عرفة أو ليلة العيد ولا يفضل أنه يقسم كل يوم مبلغ طوال هذه الأيام أسمي كل يوم مبلغ عشان تتعودي على مداومة العمل أن كل يوم يبقى ليك مع الله صدقة طبعا كلامي ده ممكن تغيريه لو وجد المحتاج المحتاج الحقيقي اللي عايز المبلغ كل مرة أحد لكن الأصل لو أنا بقسم فلوسي جميل أن أتصدق كل يوم أدوامها وإنقل أحمد الشناوي بيقول ما هي أفضل أعمال يوم عرفة إحنا إن شاء الله سيبقى لينا لقاء في يوم عرفة بس يعني الله أعلم من هنا اليوم أنا أفضل أن إحنا طبعا نتكلم باستفادة لكن هقول اللي أنا مستحضره الآن طبعا إحنا اللي يقدر يصوم يصوم تاني حاجة اللي يقدر في اليوم ده يعتكف يعتكفي أولا يعني إيه يعتكف أيها أصلي كلمة الاعتكاف في الجامع إن الإنسان ينزل في المسجد القريب من بيته ويعتكف يذكر ربنا ويقرأ قرآن ويقضي فترة في الخلوة إيه الخلوة دي؟ تفكير تفكير في عيبي اللي مزع على الناس مني تفكير في عيبي اللي مخلي أحب الناس مش قادر يعيش حياة سعيدة معي تفكير في ذنبي اللي باني وبين ربنا سدود كتير قوي أنا اللي بانيها بإيدي تفكير في الطاعة اللي نفسي أبقى كويس فيها الفترة اللي جاية وفرض خسارة أني بضيعه أعود أتأمل وفكر واختلي ممكن حتى الاعتكاف دي يكون جوا بيتي أنا معتكفي يعني إيه يعني يقافل تليفوني كده إيه وساكت كده عما لا يتأمل هذا التأمل يعقوب ارتقاء على طول فتعالى لغاية يوم عرفة نتفق على الصيام وعلى الاعتكاف وبعدين نتكلم قبلها إن شاء الله سهيلة بتقول هل مقاطعة أمي حرام حتى لو كانت على خطأ شوفي سعيدتي سهيلة ربنا يساهل ليك أمرك كله إحنا ما عندناش حاجة اسمها مقاطعة الأهل وأهلك لو على خطأ تدعو لهم بالصلاح وربنا ألواء جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ما عندناش في حياتنا كمسلمين مؤمنين نقاطع أهلنا إطلاقا حتى ولو كانت على خطأ بل على كبائر نحن نزعل من أهلنا لما يهنونا نتدايق نحزن لكن نقاطع مش عندنا هل يجوز محمد هل يجوز يكون في صلاة جماعة أقرب ما تكون لصلاة الترويح ولا دا يكون ابتداء في الأيام دي في البيت يعني يقصد حاجة في البيت إحنا عندنا من الصلوات التي اعتاد الصالحون على صلاةها جماعة صلاة قيام الليل وتقدر تراجع كلام العز بن عبد السلام وكلام الإمام النووي بشرح صحيح مسلم وكلام كثير من العلماء في باب قيام الليل على جواز صلاة قيام الليل بل صلاة النوافل أصلا نصلي الضحى جماعة ونصلي السنن جماعة واللي بيطلب العلم فاهم الكلام ده ويمكن يعني في بعض المعلومات اللي بتبقى خفية عننا لكن لما نروح لما شيخنا يعلمونا فلأ صلي طبعا قيام الليل جماعة وحديث سيدنا حذيفة لما لأ النبي بيصلي فدخل معاه في الصلاة أهو جماعه فافتتح النبي البقرة فقلت يسجد يركع عند المئة فأتم البقرة فقلت يركع بعد أن يتمها فافتتح النساء ثم افتتح بعدها آلي عمران وكان وقتها قبل ما يستقر الترتيب على البقرة آلي عمران النساء كان الأول البقرة النساء آلي عمران ثم صلى بستة أجزاء سيدنا رسول الله وسيدنا حذيفة بيصلي معاه فصلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة دي من السنن يعني آآ في كمان آآ كل التحية والتقديل أستاذ مصطفى حسني في ناس بيقول عايزين بس نعلي الصوت عشان عشان صوت يبقى وصل قرب يا بودي قرب كمان ونستأذن حضرك أستاذ مصطفى إن شاء الله ربنا يبارك الأستاذ مصطفى آآ في آآ أنا مكنتش بصلي وقررت أن أنا مع بداية هذه الأيام أصلي ولكن بعد كلامكو لا أنا هو مصلي العشاء دلوقتي أحسن ربنا يتقبل مقبولي إن شاء الله صلاة العشاء دي صلى غلي على ربنا ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجرة في جماعة فكأنما قام الليلة كلها نبي الكده عليه الصلاة والسلام فربنا يتقبل إن شاء الله ودعي لنا معك آآ شكرا على التماؤنينة بكلامك أستاذ مصطفى في روما محمد بتقول بصلي ساعات ويعني وبيحصل تقطيع يعني بتتقطع في الصلاة وعايز نصيحة آآ يعني عايز أفكر نفسي اسمه إيه صاحبتنا روما روما عايز أفكر نفسي وأفكر حضرتك إن دايما الإنسان مدخلاته بتؤدي لمخرجاته يعني كثرة القراءة عن فضل الصلاة والسماع عن فضل الصلاة كثرة القراءة عن فضل الله والسماع عن فضل الله بيخلي الإنسان منجذب لله سبحانه وتعالى فالأول أكثري من السماع اسمعي عن ربنا كتير وعن فضل الأعمال الصالحة عشان يتكون جواكي حاجة اسمها الباعث الدافع الموتف الشيء اللي بيخليك عندك هم من جواك من معرفة ربنا والتعلق بالله ومعرفة فضل الأعمال الصالحة ثم الحاجة التانية دي بقى جزء إداري شوية رتبي وقتك على الصلاة ساعات كتير اللي مش بيعرف مثلا صاحبتنا اللي لسه متحجبتش طب تاخد معها الإزدال مثلا في الشنط صاحبنا هيجي عليه صلوات انزل متوضي علشان تعرف ما تفوتكش الصلاة وهكذا شيء إداري لوضع الصلاة فقط في الأولوية جاي لحضرتك من ليلي سلام من مونتريال أهلاً أهلاً يا ليلي ربني ساعدك في هل معلش سؤال مكرر يحصل مشكلة لو ما صمتش لتسع أيام كلهم حسب قدرتي دينها تقريبا في ناس مننا أبواب الدخول على الله بعدد أنفاس البشر يعني في واحد مفتوح عليه في القرآن انت يا ابني بتعمل ايه أنا بقى قرأ خمس اجزاء في اليوم ده انت يعني حاجة داوي خالص هو مش حاسس بقي حاجة بيقرأهم بمنتهى السلاسة واحد تاني مش قادر يقرأ جزء كل يعني 3-4-5 أيام دا مفتوح عليه في القرآن تاني بالنسبة له الصلاة بالليل دي متعة والتالت بالنسبة له الصيام دا ولا بيحس بجوع ولا بعطش ولا بأي حاجة فكل واحد عنده باب مفتوح فلو حضرتك او صاحب السؤال او صاحب السؤال ما قدرتش تصومي تساعة أيام ما يفوت كيش ومعرف وربنا يقدرك على قد ما تقدري أو يقدرك فيه كمان قلولي ايه تاني غير الصدقة والصيام والصلاة في المسجد يتعامل في هذا اليوم لا تغضب لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني كأنه بيقوله يعني ماشي ماشي سأقولي برضو حاجة تانية قال لا تغضب قال أوصني لا تغضب قال فلما خرجت من عند رسول الله وجدت أن مجامع النفس في ترك الغضب مجامع يعني الكور الأصل الموضوع كله في ترك الغضب لا تغضب طيب نروح فاصل وهنرجع تاني نكمل كل أسئلتكو حالا مع أستاذ مصطفى حسني رقم الرسائل الخاص بينا 1.99 صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك اسمها الراديو 9090 وموجودين على الهاشتاج على تويتر مصطفى حسني في كلام معلمين وموجودين على انستجرام من راديو 9090 خليكم معنا هنكمل كلامنا بعد هذا الفاصل رجعنا تاني الكلام معلمين على إذاعتك الراديو 9090 هواها مصري برعاية مؤسسة مصر الخير وموعدنا دائما من الثلاث للسبت من الساعة 12 للساعة 3 صباحا وضيفنا أستاذنا الغالي أستاذ مصطفى حسني للتواصل معاه صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك اسمها الراديو 9090 وفيه لايف ستريمينج فيديو دلوقتي وكمان تقدروا تسمعونا من www.9090.fm أو تحملوا الأبليكيشن الخاص بالراديو 9090 على تليفونك لحد دلوقتي المملكة العربية السعودية قالت ان هو الصيام يوم السبت وان الجمعة هو المتمم لدى القاعدة دار الإفتة نزلت ان هو فيه كلام وهينزل تأكيد خلال شوية طيب احنا الفجر فضل مش كتير يعني ان عايز يتصحر لازم يقوم يأكل حالا فاحنا نعمل ايه يعني الافضل في الوضع ده نعمل ايه انا يعني بشايفه ان احنا كده خلاص يوم السبت هو اول يوم دي الحجة ويعني كده كده احنا يعني اللي عايز يأكل يأكل زي ما نصبح الصبح زي ما نصبح الصبح يعني انت عارف صيام ان فلا لا يشترط فيه النية عكس صيام الفريضة يعني احنا ممكن ينفع تصحى مش صايم وبعد انت وقل اقم صوم يعني ممكن مثلا بعد صلاة الفجر وانا اتصحرت وكل حاجة وما اتصحرتش بقى خلاص بس الفجر ازل وكلت لا 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 المهمة متاكلش بعد الفجر طب مش لازم تاكله يا جماعة بعد الفجر يعني انت صحيط بكرة الساعة عشرة مسلا قبل صلاة الجمعة بشوية صحيط حد عشر يا جماعة النهار ده طلع ايه قالك طلع واحد دي الحجة اول نواية الصينة فكله يعمل حسابه يتصحر وخلاص يعني ناكله بس هو ده يعني كله مروة بتشكر حضرتك على البساطة التي لو توصف شكرا يا مروة انا لما حد بيقول لي حاجة خاصة بالبساطة بيطمنني لان البساطة هي السنة اول ما الانسان يكالك عايخاف على نفسه فشكرا يا مروة بنا يشجعك زي ما بتشجعيني مش هنسيب استاذ مصطفى اللي ما يختم الحلقة بدعاء يا كريم يا كريم يا كريم في كمان انا بحس ان انا بصلي تأدية واجب وربنا مش راضي عني من آية جميل احنا عندنا عبادة وعندنا حضور في العبادة العبادة فريضة والحضور في العبادة من كمال الفريضة فاذا لم تحضر في العبادة فلا تترك العبادة الامام ابن عطاء اللي يقول لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه فلا تترك الصلاة سيدتي الكريمة لعدم حضورك مع الله فيها لا اكملي صلاة والنهاردة انت واقف على باب ربنا بتصلي بدون خشوع بكرة الخشوع ايك لان الوعاء موجود كل يوم بتقدمي الطبق بتاعك بكرة هتخدي اكل في الطبق بتاعك طب لو ما فيش طبق بيتقدم اين يوضع الاكل ده معنى كلام العلماء للمعاني الربانية اين توضع المعاني الربانية توضع في القلوب طيب وانا ما جيتش ربنا هيديني المعنى ازاي فانا هقف اصلي حتى لو مش حاسس وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأذن لحضرتك بالاحساس بالصلاة واكثر من الدعاء بان ربنا يلهمك الخشوع ويحفظك ان شاء الله فيه كمان والدتي مكتائبة وزعلانة علشان كانت متعودة انها تصوم الايام دي وتعمل كل حاجة فيها من الاعمال الطيبة لكن ربنا ابتلانا ببتر ساق وبقى صعب جدا بسبب كمية الادوال اللي بتخدها انها تصوم هذه الايام الله وهي سمعك وعايزة حضرتك تقول لها دلوقتي كلمة يا امي يا امي ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك قال صلى الله عليه وآله وسلم اذا مرض ابن ادم قال الله للملائكة اكتبوا عمل عبدي كان صحيحا مقيما يعني حضرتك قبل ما يعني تأتي هذه الاحداث الموجعة المرض كنت بتعملي حاجات فلما جاء المرض ما قدرتش تعملي الحاجات دي ملائكة الحسنات بتكتبلك وكأنك بتصومي وتعملي الاعمال الصالحة لان ربنا امر امر من الجهات العليا من فوق سبع سماوات من رب العالمين اكتبوا عمل عبدي وكأنه كان صحيحا مقيما يعني اطمئني بيجري عليك الأجر دون عمل وده عرف الملك فرمان عالي اهو ده بقى امر من رب العالمين سبحانه وتعالى اطمئني خالصا ثم فوضي امرك لله سلمي امرك لله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي واقفا طوال حياته فلما تقدم به العمر في اواخر حياته كان بيخطب قاعد وبيصلي قاعد صلى الله عليه وآله وسلم مسلم امر ربنا سبحانه وتعالى انت رب من الدين القوة هقوم مش من الدين القوة انا تعبان وقاعد وانا بن ايديك لعل ربنا سبحانه وتعالى بقربه منك وانت مريضة تكون دي احلى ايام ليكي مع الله طميني يا امي الكريمة كده واحدة من استاذ مصطفى انه هيبقى معانا ان شاء الله في الليلة وقفة عرفة آه نعم يعني يوم تمانية بالليل ان شاء الله دي الحجة دي الحجة أو دي الحجة ألا عوني بتقول باتوه في الصلاة وبالجأ ان انا افضل استغفر ربنا وانا بصلي وده ينفع ان انا استغفر وانا بصلي استغفري في موضع الاستغفار والاستغفار لي موضعين في الصلاة موضع الركوع وكان رسول الله من أذكر الركوع كما يذكر الإمام البخاري ومسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كان ساعته لا في الركوع فأقوليها في الركوع وأقوليها في السجود كمان يعني ده موضع الاستغفار ده نادينا بتقول يا أستاذ مصطفى احنا عاملين فرح من أول أسبوع ان حضرتك جاي ومن حبك جدا وانا على فكرة بصلي الجمعة في الجامعة باستمرار بس ساعات الترويح يعني بيبقى المشكلة أن المسجد بعيد صلي في بيتك ربنا يتقبل منك ويديم عليك النعمة ويخلي أيامكم أفراح تحب ندعي اه ما كنت لسه أقول خلاص عشان أنا كده ما بقاش زودته قبل ما ندعي أنا ان شاء الله يوميا على صفحتي على المستطفى حسني على صفحتنا على الفيسبوك ان شاء الله هطلع يوميا الساعة عشرة بالليل خمس دهيق كده لايف ستريم يوميا ابتداء من أول دي الحجة فلو أول دي الحجة يوم السابت هيبقى أنا أولي ساعة عشرة بالليل قبل برنامجة بعيد خلاصة عنك يا أحمد يا باشد احنا نامل شهير ساعة عشرة بالليل يوميا من يوم السابت الجاي ان شاء الله لغاية يوم العيد أطلع يعني أول خاطرة كده يوميا على صفحتنا على الفيسبوك عايز أفكر حبابنا بمؤسسة عمار الأرض عندنا طبعا احنا دينا الحمد لله أكتر من مشروع بس مش عايز أخبط الناس بمناسبة الدخول للمدارس احنا عندنا مشروع نفسي يتعلم ده مشروع لمساعدة بساطاء الناس الأطفال انهم يعرفوا يتعلم انت عارف التعليم يا أحمد فيه باكتج أولانية كده اللي هي مصاريف المدرسة واللبس والأدوات سعب بتبقى صعبة على بعض الأسر البسيطة فاحنا المشروع ده الهدف منه مساعدة الولاد يتعلم والتعليم هو أصل لكل خير فطبعا لو عايزين تتصلوا بالمؤسسة نبعت لكم حد لغاية البيت ياخد المبالغ التبرع تسعتاشر زير واربعة وخمسين ده الاتصال أما بقى الرسالة اللي هتبعتوها مكتوف فيها نفسي بالعربي أو بالانجليزي نفسي بالعربي أو بالانجليزي على تسعة خمسة ستة اتنين واحد تسعة خمسة ستة اتنين واحد يلا مولانا وانت يلا كله يطلع موبايلاته عبد الرحمن وطلعش عشان تقول انت بخلاص طلع طلع موبايلاتك وبعت الرقم كام تسعة خمسة ستة اتنين واحد تسعة خمسة ستة اتنين واحد يلا يا جماعة تسعة خمسة ستة اتنين واحد هنكتب في الرسالة ايه نفسي 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 وحط اي حاجة تانية بقى نفسي حاجة مسلا يا سلام يا ريت تسعة خمسة ستة اتنين واحد يلا يا سادة المستمعين كلنا في ليلة الجمعة كده كلنا نكسب سواب ان شاء الله هنبعت كلنا رسالة حالا من موبايلك على رقم تسعة خمسة ستة اتنين واحد بس ده من داخل مصر بس. اه اراجع مع الشباب اعتقد ده بيبقى اعتقد اه. تسعة خمسة ستة اتنين واحد. هتبعت رسالة نفسي اتعلم. جاري رسالة الرد على طول. شكرا على تحقيق حلم طفل نفسي يتعلم. مشروع. طيب نبقى التين. يعني لو انا هتعادك بها. هنطول القاعدة شوية بصة. كلنا نبقى التين. نفسي اتعلم. شووه بقى ابعت حيلا يلا كلنا نبعت. او نفسي. انا نبعت نفسي حاجة جالي والله. نفسي. التالتة نفسي يلا. تسعة خمسة ستة اتنين واحد من جوه مصر. كلنا نبعت رسالة على رقم تسعة خمسة ستة اتنين واحد. نشارك في مشروع نفسي اتعلم. يا الله. بسم الله والحمد لله والصراط والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل قلوبنا اوعية لمحبتك. واجعل جوارحنا. دليلا على معرفتك. واجعل ابداننا تفنى في خدمتك. واجعل يا رب العالمين ايامنا تقضى في طاعتك. اللهم الف بين قلوبنا وانزل السكينة على بلادنا. اللهم انزع الفرقة والشيطان من بيننا. اللهم احق اندماءنا. اللهم يا رب العالمين وسع علينا في ارزاقنا حتى لا نلتفت الا اليك. ولا نتوكل الا عليك. ولا تمتد ايدينا بالدعاء والسؤال والطلب الا منك. يا رب. يا رب من كان منا مهموما. فانزل عليه الفرحة والطمأنينة والسكينة. اللهم اذهب الهم واذهب الغم. وانت على ذلك قدير يا واسع. استجب الدعاء. وارفع البلاء والغلاء. اللهم ارفع الغلاء عن هذه البلاد. اللهم بصرنا بما تحب لنفعله لترضى عنا يا ملك الملوك. يا الله فرحنا بهداية ابنائنا وبناتنا. اللهم رضي عنا اباءنا وامهاتنا احياء كانوا او امواتا. اللهم ارزقنا برهم. اللهم ارزقنا برنا بانفسنا. اللهم اجعلنا نرحم انفسنا يا رب. اللهم لا تجعلنا ممن ظلم نفسه بالبعد عنك يا مولانا يا مولانا. اللهم وفق اخي احمد لما تحب وترضى وانفع بهذا البرنامج يا ربي. واهدي كل سامع. اهدي كل سامع. اهدي كل سامع لما تحب وترضى. واعنا في هذه الايام المقبلة. ايام النفحات على حسن عبادتك يا الله يا الله يا الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على رحم المساكين. والحمد لله رب العالمين. استاذ مصطفى شرفتنا وافدتنا وربنا يفع بيك. وجزك الله خيرا عن كل الكلام الجميل اللي قتلنا النهاردة. ان شاء الله يا جماعة في ليلة عرفات. مش ليلة العيد. احنا في يوم تمانية بالليل ان شاء الله. صح كده. هيبقى استاذ مصطفى معانا ان شاء الله في حلقة خاصة تانية. استقبالا ليوم عرف. كل شكر لحضر. تسلم بسيدي. اه بكده يعني خلاص نقترب من نهاية او الدقائق الاخيرة من حلقتنا. شكرا السادة المستمعين على حسن المتابعة. واكيد كلنا يعني استفدنا يعني دايما وانا بنختم دايما يا رب تكونوا اتبسطوا. انا 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 نفسي تتبسطت بجود استاذ مصطفى معانا واستفدت جدا واكيد كلنا عمت علينا هذه الاستفادة. ان شاء الله الحلقة الجاية لأستاذ مصطفى حسني معانا هتبقى في ليلة عرفة. احنا لو تعاملنا ان السبت هو بداية يوم بداية شهر الحجة ان شاء الله. اه فهيبقى يوم عرفة هيبقى الحد السبت بالليل. ليلة عرفة يعني السبت بالليل. لان هيبقى يوم عرفة هو الحد. شكرا لحسن المتابعة. رب دايما في خير وسعادة ودايما مصطين ودايما احنا متجمعين معلمين في بيتنا الكبير اللي بيحتوينا كلنا راديو تسعين تسعين. وبيتنا سقنطط بتاعنا كلام معلمين. اصباح والقال فخير ولسه هسيبكم مع شوية اجاني حلوة نختم بيها في البرنامج من الاجاني الجبلة. السلام عليكم.